ترجمة نانسي قنقر التضخم مرتفع بشكل كبير بنتيجة ارتفاع الطاقة ولكن إذا بحثنا في تعهداتها التي أظهرتها في سباقها نحو هذا المنصب بأنها سوف تتجه بشكل واضح نحو تخفيضات في الضرائب وكذلك الأمر في معالجة أزمة الطاقة هذا الأمر أعتقد سيكون فاتورته كبيرة جدا وترجم المستثمرون سريعا هذه الوعود بالتخلص من الباوند التوجه إلى أزمة نوعا ما في الاقتصاد البريطاني سوف تكون معالجتها على مدى طويل قد يستمر إلى أكثر من عامين لأنه أنا لما بعطي سياسة تحفيزية من خلال تخفيضات الضرائب على سبيل المثال لأنه هذا تحفيز مالي أكثر ما أنه تحفيز نقضي وكذلك الأمر البحث عن وسائل لدعم يعني عدم ارتفاع الطاقة هذا سوف يؤثر بشكل مباشر إلى مستويات تضخم أعلى في الفترة القادمة بالتالي مستويات التضخم يبدو من الناحية المالية ليست ضمن أولوياتها في الفترة الحالية بقدر ما هو معالجة ارتفاع الطاقة إجمالا وتكلفتها وكذلك الأمر تضرر الاقتصاد داخليا ذلك يضع أريحية أمام المركز البريطاني أنه ما يقدم على رفعات كبيرة في أسعار الفائدة بالفترة القادمة وبالتالي ممكن أن نشوف التضخم يستقر لعند مستويات فوق العشرة لفترة ممتدة بعض الشيء حتى العام القادم نتيجة هذا التحفيز المالي والنقدي معا بالنسبة للاقتصاد البريطاني يعني هناك لما يبدو بعض التفاؤل في الأسواق هل تتوقع 50 أم 75 نقطة أساس وفي أوروبا أيضا بالنسبة للمركزي الأوروبي أعتقد العملية يعني تضطرهم إلى رفعها بـ 75 نقطة أساس في اجتماع حمل القادم لأنه تبنوا سياسة تحفيزية لفترة طويلة وممتدة ولكن التضخم يخرج بشكل كبير عن الطاقة يعني لا يستطيعون بالنسبة لمستويات الطاقة المرتفعة وأسعار النفط المرتفعة أن يحافظوا على أي وطيرة نمو في الاقتصاد وبالتالي الركود الاقتصادي مهدد وبشكل كبير جدا مضطرين رفعت 75 نقطة أساس ولكن لا ننسى أنه ممكن يطرحوا برامج تحفيزية إضافية للبرامج التي كانوا قد طرحوها لشراء السندات الدول المتعثرة داخل البنطقة الأوروبية برنامج الـ WP ممكن أن يكون في توسع على هذا البرنامج وممكن طرح برنامج إضافي لدعم من الطاقة المرتفعة خصوصا أننا مقبلين على فصل الشتاء وبالتالي استقرار أسعار النفط عامل مهم جدا بالنسبة للقرار السياسة النقدية داخل المركز الأوروبي المركز الأوروبي الآن مضطر لهذا العمل أنه رفعت 75 نقطة أساس على الرغم من أن ذلك سيخنق النمو الاقتصادي ولكن هو مضطر لمعالجة التضخم الجامح الذي يعني بنسميه نحن ووكينج انفليشن هذا فوق مستويات عشرة يصبح ذي ومؤثر بشكل كبير ومدات طويل هل سيكون له دعم لليورو؟ أعتقد إجراء مسبقا شفنا تراجع واضح تحت التسعة وتسعين سنت مستوياتنا التالية ممكن تكون ثمانة وتسعين عشرين دون هذه المستويات نصبح عند السبعة وتسعين السنت أعتقد مستويات منخفضة جدا بالنسبة لليورو واستكمال لبرنامج الهبوط أو مسار الهبوط الذي يعني استمر به في الأشهر الثلاثة الماضية أعتقد نوعا ما هذه هي القاع نحن عم نشوفه بالنسبة لليورو أقل من ذلك سيكون من الصعب جدا ما لم يكن هناك أكثر شراسة برفع وتشديد سياسة النقدية من المركز أو الفيدرالي الأمريكي بالجماع المقبل بـ 21 سبتمبر طيب رائد ما أكثر ما يضغط الآن على أسعار النفط يعني فورا بعد قرار الخفض لم نرى ذلك كتاب بالعكس تراجعت لأسعار لدينا أكبر مستهلك للنفط الصين نعم نشوفه يتجه إلى تشديد في أسعار كورونافيروس وإغلاقات اقتصادية مجددا داخل الصين هذا يهدد الطلب أكثر ما يكون فيه عندي حتى تخفيضات أو خفض المعروض النفطي بـ 0.1% من الطلب العالمي نحن عندي مخاوف من الفترة القادمة أنه يوجد ضغط كبير بالفترة القادمة على الطلب سواء كان من الاقتصاد الصيني مثل ما ذكرنا وبنفس الوقت نحن عنا أفاق الركود العالمي يعني تمتد أكثر من الصين حكينا عن الاقتصاد الأوروبي حكينا كذلك الأمر عن الاقتصاد الأمريكي كلاهما مهدد بأن يكون عندي ركود مقبلين عليه أو نعيشه حاليا مثل الاقتصاد البريطاني اللي داخل بمرحلة الركود على وجه التحديد هذا يضع النفط تحت الضغط بلا شك رأى الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة كويتية شكرا جزيلا لك شكرا ذلك شكرا جزيلا لك